عقد مجلس حقوق الإنسان جلسة طارية بناء على طلب من بعض الدول الغربية تبنى خلالها مشروع غرار غربي يدعو إلى تقصي الحقائق للانتهاكات المزعومة في السودان نتيجة للصراع القائم بين الجيش وقوات الدعم السريع سن المملكة استضاف الطرفي النزاع في مباحثات أولية في مدينة جدة ومزالت المباحثات مستمرة وذلك بدءا من 6 مايو 2022-23 كما أن الاستضافة هي نتاج تكاتف دولي وجهود حثيثة مع الولايات المتحدة الأمريكية وبالشراكة مع دول المجموعة الرباعية والشركاء من الآلية الثلاثية وتهدف هذه الاستضافة للوصول إلى هدنة ووقف اطلاق نار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتطرق أعضاء المجلس في مداولاتهم حول الوضع في السودان إلى جهود المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية المتمثلة في مباحثات جدة التي تزعى إلى وقف اطلاق نار دائم ووضع أسس لمبادرة سلام كحل جذري للصراع في السودان هناك جهود إغليمية جارية ومبشرة بإمكانية تحقيق وقف اطلاق النار والهدنة وقد تابعتم جميعا المفاوضات الجارية الآن بمدينة جدة بمبادرة كريمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية تولي المجموعة أهمية قصوى لوقف اطلاق النار وتسهيل نفاز المساعدات الإنسانية وترحب المجموعة بكافة المبادرات الدولية والأكليمية الجارية لإنهاء النزاع وبرغم معارضة الدول العربية والإفريقية إلا أن مجلس حقوق الإنسان صوت على مشروع قرار يدعو إلى الوقف الفوري للعنف من قبل جميع الأطراف من دون شروط مسبقة أكد مجلس حقوق الإنسان على أهمية المسار التفاوضي في الشأن السوداني مثمنا جهود المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في مباحثات جدة طه يوسف حسن قناة الإخبارية مجلس حقوق الإنسان جنيف